اشتركوا في القناة اضعت لكم هذا القناش يجيب الزف بنين جربوها على اللذماتي كما ديما نقولكم ونروحوا للوصفة اول حاجة نبدأ بالعجينة هذه العجينة يقولون العجينة المسكرة اول حاجة كانت عندي 115 قرام مارغارين بحرارة المطبخ ذرت لها رشة ملح وضربتها شوية طلقة روحة من بعدها نضيف لها 70 قرام سكر ناعم شوفوا المارغارين شوفوا المارغارين بحرارة المطبخ والسكر الناعم زوج مغارف ونصف معمرين ثاني من السكر نخلطوهم ونضربوهم عرشة ملحية البنات ما تنساوهاش والسكر غلاسي لازم ضروري انكم تغربوه ونزيدو الهنا بيضة كاميلة واللي تحب توزن البيضة تكون 45 قرام هذه العجينة قلت لكم راه يشغل تجيب الميزان انا اعطيت لكم بالميزان والمغرفة قلت لكم بيضة كاميلة وضروري انكم تديرو لافاني باش تنحلكم الريحة انا لدرت هذي لافاني تعبات فروخي ديما نقول لكم اشريوها راكم تحتاجوها قرعة وديرو منها را يتحكملكم ومن بعدها الهنا اردت لنا يا لبنات 20 قرام بودرة تعلوز يا لبنات ولا تحبو تديرو لوز يكون محمص وارحيوها مليح مليح انا الهنا درت البودرة تعلوز قلت لكم في هذه العجينة نحتاجو البودرة لي ما عنداش تقدر تدير لوز عادي ترحي وحدها ولا تدير جوز ثاني عادي وترحي وحدها وتقدرو ما تديروهم ش مرة فهمتوني هذا ما كان شوفوا ما كانش اسهل من هذه العجينة نضربوهم مليح ومن بعدها نقسموهم انا هذه العجينة درت لكم بها زوج انوع درت لكم الفاني ودرت لكم شوكولة كما راكم تشوفو نضربوها ومن بعدها غير نشوفوهم الجانس وضروري انه مدوا المكونات يتجانس مليح مليح حتى البيض اعفوها الناحات الخالط يبيض لكم نقسموهم على زوج عجينة رايحين نديرو لها الكاكاو وعجينة رايحين نخلوها كما راهي العجينة تعل كاكاو رايحين نديرو له زوج مغارف كاكاو بني يالبنات حاولوا انه يكون نوعية مليحة غارب لوه الجام يديروا هذو المواد بلد غربي لازم تغارب لوه نضربوه غير يدخل لنا هذك الكاكاو نروح ونزيدو الفاعلينة شوفو نعطيكم السر تعلي تاختلات توعكم يالبنات باش ما يطيحو لكم شو دورك تشوفو كيفاش ما يطيحو لكم مية عبطولكم مية يتنفخو لكم في الفرن ما والو شوفو الحجة الليولاي يالبنات العجينا الليهنه زيدو الفرنة وذي ما غارب لها يديروا عجيناك ياتذر حيك ما روحها ليس يقديد عجيناك طريا يالبنات لازم عجيناك هيك ما روحها شوفو كيفاشلاني الليهنه الليهنه لازم تكون مشبعة بالفرنة كي تريد مشبعة بالفرنة سنشرحها بتطيقكم اللي مول سوقكم شوفو كيفا شوفو السمك الليهنه حيثت تكون الضيالت طريا في يدي وضيت لها شوي فرنة ودخلتها فيها اتضع اجينة الكاكاوية ثم ثم تنشف مشاكي مع جينة الفاني اشوفو زيدو لها الفاني ودخلوها مريح لازم تتحصلوا على العجينة حيك ما روحها بهذه الطريقة شوفو ندخلوها هكذا في بعضها شوفو ها شتو كفا لازم قلتكم عجينة كيف كيف تتحل فاني نبدو نزيدو الفاني تدريجيا احترنا تتحصلوا على العجينة قلت لكم تكون حيك ما روحها ما تكون شطية هكذا ما تهبط الكمش من السرسو وشوفو بز شوية زيدو غرب شوية عندكم تخضيحكم ولازم لازم يالبنات الفاني نتغرب لها ضروري هذا مكان وشوفو كفا شران يلم فيها من بعدها رايحين نخدمو نجيبو كيس بلاستيكي نديرو ونفيزو جيبعة في الكيس بلاستيكي سورتو تعال كاكاو باش ما تنشف الكمش وشوفو لايبارك العجينة اللي تحصلنا عليها وكراحين نجيبو ليسرسو تاوعنا هذا وما ليسرسو والبنات شوفو هكذا شغل يجو مكسومين نص رايحين نديرو فيها فاني ونص رايحين نديرو فيها الكاكاو نخدموها كما مول فينا نخدمو العجينة في اللي تاخدوه في اللي سرسو نورمال نديرو شوي عجينة نحيو الزوائد منه ومنه منديروها شعجينة رقيقة ومنديروها شعجينة خشينة نديروها عجينة متوسطة وغرب صبعنا شوفو كيفاش لنا ندخلو وفي كل مرة نحيو الزوائد من الأحسر انكم تنحو بصبعكم خاطر هذو راه هم جايين فيها وماذا كل حراشة فسما بالموس ما شو حتى تنحي لكم مليح شوفو كيفاش نديرو تحبو ديروهم بتاع الفاني كاملة طيبة ونبعدو ونبعدو اللي تدروا العجينة تاع الكاكاو وتحبو ديرو عجينة الكاكاو وتحبو ديرو ميلونج كما درس انا هكذا شوفو كيفاش اخدموها بصبعتيكم لازم تاخدوها مليح مليح وفي كل مرة نحيو الزوائد من بعدها راحين تثقبوها مليح تحطوهم في الفرجيدا العشرين دقيقة وفي هذه المرحلة هنا تكونوا استشعلتوا الفرن الفرن يكون سخون مسبقا على درجة حرارة 180 غير تخرجوهم من الثلجة من تحت بركة لبناء تنديرو في الفرجيدا للتحت بركة غير تخرجوهم تعودو تثقبوهم ودخلهم للفرن يكون سخون مسبقا نقولنا على درجة حرارة 180 تحمروهم من تحت مليح وددو تشعلوهم شوية بركة ملفوكة حق ما يديو هذيك التحميره وتطفيو عليهم شوفو كيفاش قلت لكم الهنا ثقبوهم اديوهم من الفرجيدا تعودو تخرجوهم من الفرجيدا زدو الثقبوهم ودخلوهم يديبو هذا مكان من بعدها شوفو تخليوهم يبردو مليح مليح وتروحو تديمو لهم شوفو ما هبطو ما تبدل الشكل شوفو تنحيوهم بكل سهولة هذيك شوفو تحميره ليداوها ما تنفخو في الفور ما ويلو شوفو مكان شوفو يا ابناء طريقة مضمونة كمن هذي الطريقة شوفو كيفاش يتنحيو شوفو كيفاش مزالوا محافظين على شكل تحهم ما هبطوش في السرسو حبيت ان نعتهم لكم قدامكم باش تشوفو هذا مكان وذكال حين رحونا خدمو لك هام بتاعنا شوفو عندي زوج كسان حليب ولا نصف اطرة حليب عندي زوج مغارف كبار تعصو عادي وعندي بيضة وعندي زوج مغارف كبار تعنشا انشا دي ما حطوه فوق الكسرونة تعكم وغاربلوه هاكذا رح يتحللكم خير وخير خلو ما نكديروه على ضربة ونبعد نخلطو كلش بارد في بارد بهذه الطريقة شوفو اللي قدتكم انشا زوج مغارف كبار معمرين مليح انشا نغاربلوهم فوق الحليب تعنا كي ما راكم تشوفو ونديرو لفاني ونخلطو كلش بارد في بارد ونحطوهم فوق النار النار تكون لازم هادئة مع التحريك المستمر لازم تغافلوش عليه لخاطر كنت تغافلو عليه راح هذك الشاي يتحرق لكم من تحته ويجيكم هذو كل الحبيبات فيه فما تغافلوش عليه حتين تشوفوها اثقال ان الخالد نحيوها من النار ونزيدو لهم وغارف كبارة تع المارغارين ونكملو نخلطو حتين يشوفو هذوك المكونات دخلو مليح في بعضهم و اللي احنا اللي تحب تخليها كي ما راهي هكذا اللي تحب تدير لها اي مونكه انتو ما حبينو انا اللي انا كن درتلات على البنان يا لبنت درتلات لها قلو مغرفة صغيرة من مونكه تعلبين انتو ما تحبو تخلوها فاني خلوها يعني نكوها بلا فاني هذا مكة وشوفوا هذيك الكريم اللي تحصلنا عليها راحين نجيب وذركها طبسي ونفرغوا فيها هذيك الكريم بتاعنا ونحطوها مليح سمك شغول نفرشوها فوق هذيك الطبسي باش تزرب تبردنا وليزم نغطوها نغطوها بكيس بلاستيكي لازم يكون ملامس ل هذيك الكريمات باش مديرناش القشرة ونحطوها في بلاسة لازم تبرد مليح مليح وباش نروحو نخدمو شوفو كي معرككم تشوفو هكذا وذوقان نروحو نخدمو الهن لاحينا نخدمو لعاكريم شونتي اللي راحين نضيفو على هذي الكريمات دعنا عندي نص كاس دعا كريم شونتي عفوا معا ربع كاس دعما لازم بارد يا لبنات نطلعوها مليح مليح حتى ان يضاعف الحديمتاحا خيرو نوعية مليحة باش تطلعها معاكم وشوفو البنات خلطو خلطو ماهيش راح يصلى الهوالو جودكم عندي نص كاس كريم شونتي معا ربع كاس ما يكون بارد يا لبنات من بعد ما طلعنا ها راح نجيبو لكلامتان اللي لازم تكون بردة مليح مليح و شوفو كيت برد كيفية زدت حكام روحا راح ننفرغوها في اينا و نجيبو الباتر و نضربوها مليح مليح ثاني حتى تطلق روحا هذا مكان من بعد شوفو غير تطلق روحا راح نجيبو هذيك العكام شونسي اللي طلعنا و نزيدو لها بشوية زيدو بشوية و ضربو حتى نتجانت لكم هذيك لكلامتاكم شوفو الله يبرك هذا كلام اللي يتحصلنا عليه هذا مكان و ذوق الى حين نرحو لتع الشوكولات اللي احنا كانت عندي شوكولات نوار 100 قرام شوكولات نوار ذوبتها و نحطوها تبرد ضروري يا البنات تحطوها تبرد و عندي كاس غربع كريم شونسي مع نصف كاس تعمى لازم بارد نعود لكم قلت لكم كاس غربع شونسي مع نصف كاس ما بارد بارد مليح مليح كيفية البنات نضربوها حتى نتطلع عنا هذيك الكريم شونسي تعنا مليح مليح و اللي احنا بعد ما طلعت لي وبردت لي الشوكولة هذيك لازم شوكولة نوار يا البنات و لازم تبرد يعني تتنحلها برك هذه كاس خانة القوية باش متهبط لكم شوكولة كريم شونسي راحنا نضربوها هذا مكان نضرب واحدا يجلسوا هذيك المكونات و احنا ضروري يا البنات متخليوهاش متدروهاش حيك ماروحها بزف اذا شتوها جازكم حيك ماروحها بزف فحاولوا انكم مزيدوها شوية كريم شونسي فهمتوني لا خاطر كوني يجيكم حيك ما بزف راح يشيطكم من بعدها في الخدمة كيما انا اللي هنا رحت نقص لك خام شونسي و اللي اتشيطتني من بعدك يجيت رايحان بوشي فحاولوا انها تكون طرية يكون القوية متاحا شوية طلقة روحها متكون اش ذيك لي حيك ماروحت عالقاناش حيك ماروحوا فهمتوني هذا مكان وذكر حينا حينا حشيو اللي تاختوا لتتاوعنا شوفوا عندي عفوا هذو الزوج عندي هذا الفغاج تاع بات برو اللي يقول لكم مرام زادوا فيها اذواق بزف بنين الله يبارك كينا هذي تاع الفراز كينا تاع التوت كينا تاع الفواكه الاستوائية كينا ذاك الفواكه الحمار اشوفوا بزف اذواق انا اللي انا فتاع الشيكولة درت هذا تاع الفراز يا لبنات وفتاع الفاني درت هذا ذوق تاع اتمنى اللي تحبوه شوفوا اللي يبارك الفوغاج ديك فيش يجي يجي في هذوك القطع من هذوك الفروتك اللي كي توكلوا وشغل توكلوا فيه فيه فروه مقطع ايي ألبنت اتمنى جيوا وحدة البنا فيهم مش نور معا فهذه يقول لكم لا مختاع بات برو شوفوا نديروا شوية من هذيك الفوغاج اللي هنا شوفوا نديروا كمية مليحة برك وحطوهم في الفريجدارية بردو مليح و باش تروحوا نديروا هذيك الكلمة اللي يكون نخدمناهم هذا مكان هذي تعال الفريز هاني درت له هذا القاناش بتاع الشوكولة والتزيين زيتها بالنوازات لازم تكون محمصة يا لبنت وهذي تعال الفاني شوفوا اللي كنت درته اللي كنا نخدمناها مع بعض نديروا كما راكم تشوفوا هذا مكان وبالنسبة للتزيين اختياري لبنت زينهم بواش تحبوا بالنسبة لسعر البيع لبنت راهم يتحسبوا هكذا 6000 للوحدة والحساب اللي فروي اللي درتهم انتم ما قادرين نديروا لي فروي كما انا الكيوي و هذيك نحسبهم 8000 كنا ندير الكيوي والبانان و لعنا برهم 8000 هذا مكان ان شاء الله تجبكم من الوصفة تالي يوم ابقاني نقولكم مرقة و على خير دعواتكم ماما بشها والسلام عليكم